وعند موصل حقيقة في تلك الفترة المستكشفين سعياً للمال بالدرجة الأساس وقصد منهم حقيقة كانوا مطلوبين قانونياً ودينياً ورادوا أن يبثون بعض الأفكار والأيدولوجيات الموجودة في تلك الفترة فسحلوا المجال أن يذهبون إلى الأرض الجديدة التي هي أميركا في تلك الفترة أو أرض الفرصة الثانية وسموا في حينها بالهنود الحمر كون هم في تفكيرهم أن هم رحلوا للهند من الجهة الثانية للأرض لكن وجدوا أن النماذج الموجودة قريبة لصورة الآسيويين لكن بوجوه مسطحة وبألوان برونزية تشير إلى سموا فيما بعد بالهنود الحمر هذا من أطلقت تسمية الأفو ديكتور؟ والله في حينها تسمية أطلقت بالمستكشفين الأوائل مستكشفين الأوائل سموا سكان الأصليين أكو إشارة حقيقة مرة أشرت في داخل الكلية أنه سكان الولايات المتحدة الأمريكية من أين أتوا؟ يعني هو عبارة عن جزيرة يعني لو نرجع إلى الخارطة والكرة الأرضية نجد أنه شمال غرب أمريكا لا يفصله عن آسيا إلا بعض الأميال الروايات التي ذكرت حقيقة أو التي كتبت تاريخيا أنه كان هناك اتصال ما بين آسيا وأفريقيا آسيا وأمريكا الشمالية بالجلود يعني الثلج أقصد فنزحت قسم من هذه السكان باتجاه تلك الأرض سعيا لمناطق جديدة يحاولون يحصونها على مكان سكن ومكان معيشة فنجد أنه الوجوه الموجودة هي قريبة جدا للوجوه الأسيوية أكثر ما هي قريبة للوجوه الأوروبية التي نزحت فيما بعد على قرون متتالية بالقرن السالس عشر والسابع عشر والثامن عشر حتى تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية وهنا حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية عند تحريرها من كانت حقيقة هي 13 ولاية الولايات الثلاث عشر اللي هي الجانب الشرقي من أمريكا اليوم هذه الولايات كان جورج واشنطن هو القائد الأول لجمع عدد من الناس اللي استطاع أن ينظمهم تنظيم عسكري حقيقة في تلك الفترة واستطاع أن يخلص تلك الثلاث عشر ولاية من السيطرة أو الهيمنة البريطانية اللي كانت حقيقة مجهولة بحروب مختلفة حروب السنة السبعة مع أسبانيا وحروب سيطرة وإمار قسم المناطب أفريقيا